يا أهلا بيكم مرة ثانية عودة لعشر الصبح في الأهلي وتعالوا بقى كده عال سريع نتعرف على آخر أخبار ومستجدات النادي الأهلي وفرق المختلفة في فروع المختلفة مع زملتنا مننا إبراهيم هي موجودة حاليا في فرق النادي الأهلي بالجزيرة منا صباح الفل عليك اتفضل يا صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد في بداية الأسبوع من عشر الصبح في الأهلي وأنا دلوقتي زي ما قلت موجودة في المكار الرئيس للنادي الأهلي بالجزيرة علشان نقول لكم آخر وأبرز الأخبار الرياضية للنادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة لكن في البداية خليوني أقول طبعا هارد لك للنادي أو فريق القرة القدم للنادي الأهلي في مباراته مع سانداونز أمس يعني الفريق أغلق مؤقتا صفحة سانداونز أو صفحة مبارات أمس علشان يستعد للقاء فاركو في الدوري يوم الثلاثة القادم إن شاء الله يعني زي ما احنا عارفين طبعا فيه مبارات كتيرة مضغوطة بالنسبة للنادي الأهلي ومتتالية طبعا الفريق هيبدأ النهاردة مباشرة التركيز فيها وتدريب الفريق بدون راحة النهاردة تجمع الفريق 12 والتدريب الساعة واحدة على ملعب مختار التيتش وزي ما احنا عارفين طبعا الفريق أو فريق كرة القدم زي ما معودنا إنه بعد أي تعصر دايما بيبدأ من جديد لأنه دايما النادي الأهلي بيلعب على البطولة مش بس على مباراة خلونا قبل ما نستكمل كل أخبار الأنشطة الرياضية هنا في النادي كل الفرق الرياضية كمان خلونا أطمنكم الأول على حالة التقص والحالة المررية في الأماكن المحيطة بالنادي الأهلي هنا بالجزيرة يعني الحالة المررية يمكن نحيط جمعة القاهرة أو حتى عند الدقي مدان الدقي كانت زحمة شوية وده يمكن عشان إحنا في أول الإسبوع وكمان بعد رجوع الدراسة لكن الحالة المررية كانت جيدة جدا وده يمكن إلا خلع عفوا حالة التقص كانت جيدة جدا وده يمكن يعني المخالي أو مشجع عدد كبير من كبار السن بالنادي هنا هم يبقوا متواجدين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم درجة الحرارة 16 والجو كويس جدا ومن المتوقع كمان يعني بنان على كلام الأرصاد الجوائية إن في خلال اليومين الجايين كمان درجات الحرارة هترتفع أكتر والجو هيتحسن بشكل كبير خلونا بقى نستكمل باقي أخبارنا للفرق الرياضي المختلفة والبداية بفريق الأول لكرة الطيرا رجال وللنهاردة عندهم مباراة مهمة مع نادي الطيران الساعة 2 على صالة دكتور حسن مصطفى في الدور النهائي من بطولة الدوري ويعني طبعا الفريق بيحاول أن هو يستكمل أو يواصل الانتصارات المتتالية والحفاظ على العلامة الكاملة بكل الانتصارات منذ بداية الموسم بلا أي هزيمة مش بس كمان رجال كرة الطيرا اللي محافظين على العلامة الكاملة من أول الموسم كمان سيدات كرة الطيرا فتيات الزهب كمان محققين العلامة الكاملة حتى الآن تدربهم النهاردة الساعة 6 مساء على صالة الشهداء ويستعدوا المباراة نادي الشمس غدا إن شاء الله أيضا في بطولة الدوري أما رجال كرة الطيرا اللي أغلاقوا صفحة مباراة نادي الزمالك بعدما انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 31-31 بدأ الفريق التركيز في مباراة الكاس مع نادي سموحة طبعا يعني بطولة الكاس بطولة مهمة بالنسبة لرجال كرة اليد إن شاء الله تبقى من نصبهم الساعة أما رجال كرة السلة طبعا يعني بيوصلوا تدريباتهم في ظل غياب الدوليين اللي بيشاركوا مع منتخبنا الوطني في المرحلة الأولى من تصفيات بطولة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم وللأسف يعني أول أمس كان أصيب عمر طارق لعب فريق النادي الأهلي في مباراة إلسنغال بقطع فيه الغدروف الخارجي للرجبة والنهاردة هيرجع مصر علشان كمان يستكمل باقي الإشاعات ويتطمن على مدى الإصابة نعرف مدى الإصابة طبعا ومدة الغياب كمان بكده يبقى ارتفع للأسف عدد إصابات لعيبي النادي الأهلي في المنتخب في الفترة الأخيرة يعني في الفترة الأخيرة كان أصيب كمان عمر عزب بكسر في عظمة الشازية وكمان عبدالله ناصر بتمصدق في العضلة الأمامية بنتمندى لهم أكيد الشفاء العجل هم تلاتة إن شاء الله تبقى بسيطة وإن شاء الله يرجعوا لصفوف النادي الأهلي والمنتخبنا الوطني كمان بالسلامة يعني دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة من داخل المقر الرئيسي بالنادي الأهلي بالجزيرة وأنا معاكم لو فيها أي أسئلة تانية الكلمة تعود إليكم مرة تانية في الستوديو تفضلي كريم كل شكر لكي زميرتنا العزيزة من إبراهيم على هذه التغطية صباح الفل عليكي